احنا قد نشكر سيدة الرئيس بجد لان طول ما احنا كنا بنتكلم هنا بحديث القاهرة ونحن اول ما نفجر هذه القضية وتبناها عبر حلقات وحلقات واستدفنا اشخاط كتر وبعتنا كاميراتنا في كل مكان وكان عندنا امل واحد انها تصل الى السيد الرئيس لانها كانت حديث مصر كان لنا اقترحات وكان لنا منشتات وكان لنا رؤية وطلبنا كثيرا وهو السيد الرئيس يستمع ويقرر وقرر احسن مننا وفكر احسن مننا وقال كيف نحافظ على المقابر التاريخية والاثرية من الهد من دقائق قليلة جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة السيد الرئيس الوزراء يضب بضم جهات من الاثريين المتخصصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة زينب والامام الشفعي اللجنة دي هتقوم بايه؟ هتقوم باعمال مهمة جدا اولها هي تحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة القصوى اللي افضت الى مخطط التطوير اللجنة دي هتقوم كمان بدراسة البدائل المتاحة علشان تقدر توصل من خلال الدراسة دي لرؤية متكاملة وتوصيات هيتم الاعلان عنها بعد هذه الدراسات كاملة للرأي العام بمنتهى الشفافية وده هيكون قبل يوم واحد يوليو عشرين تلاتة وعشرين يعني شهر ده؟ اه يعني اخر الشهر ده ان شاء الله وتبقى الاخبار مباشرة لا بس الجميل بعد ما وجه به الرئيس انشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الاسهامات البارزة في رفعة الوطن وتتضمن ايضا متحفا للاعمال الفنية والاثرية الموجودة في المقابر الحالية اتفاكرين قدمنا لكونا صور وتحف كمان حيتم نقلها من خلال المتخطصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السيارة ذاتية لعظماء الوطن ومقتنهاتهم الصرح ده هيكون شاهد متجدد زي ما طالبنا وبنطالب وحنفضل نطالب لان كل اسم اضاف لتاريخ مصر يستحق التقدير والتكريم لكل حد فيهم وخصوصا واحنا بنقول ان تاريخ مصر مش للبيع تاريخ مصر الممتد عبر العصور والاجيال واللي كلمنا عنه هنا وزعنا الصور انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من هذه الشواهد والابواب وغيرها وزي ما كلمنا في اخر حديث وكلنا متابعين مع اتحاد الاثريين العرب اللي جاب ناس من كل التخصصات ووجهنا ندائات للسيد الرئيس ساعدنا جدا بعد كل هذا المشوار الطويل بهذه الاستجابة الجميلة اتلاجت صدرنا ويا رب قبل يوم واحد سبعة نعرف ان تم انقاذ هذه الاثار الكبيرة وده بيؤكد حاجة كمان وانا بتاني بوجه الشكر للسيد الرئيس على احساسه بنبض الناس وتفاعله معاهم واتخاذ القرار الصائب الذي يريح القلوب وفي النهاية البلورة اللي بيعملها السيد الرئيس دي بتحافظها على امتك على تاريخك على رموزك بدل ما انت كنت بتهدها سايبها نهبا للحرامية وبتهد بتهد بتهد دون تفكير دي بتعكس حاجة تانية ان الحكومة عاملة كده وكده وكده لا ترى لا تسمع لا تتكلم ويفضل املنا الوحيد ان الرئيس يسمعنا في حين انتو لو سمعتونا وفكرتو وساعدتونا ان انتو تتراهوا على السيد الرئيس هيقولكو ده الصح اسمعوا الناس اسمعوا الناس يا حكومة الناس وشكرا مرة اخرى سيد الرئيس اشتركوا في القناة